حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش من كارثة إنسانية وشيكة في أفغانستان كما دعا جوتاريش دول العالم إلى تقديم مساعدات مالية عاجلة وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية فقد دعا جوتاريش جميع دول الأعضاء على تقديم كل ما بوسعهم من أجل شعب أفغانستان مطالبا المجتمع الدولي بتوفير تمويل في الوقت المناسب وبشكل مارد